كلاكيت للمرة الرابعة المشهد نفسه قصف يستهدف مخازن تابعة لميليشيات الحجد حرائق تندلع وقذائف تتطاير صمت حكومي مطبق وتفاخر صهيوني بضرب أهداف صارت أسهل من المتوقعة معسكر بلد جنوبية محافظة صلاح الدين كان مسرحا لنحو ثمانية انفجارات وقعت داخل مقر تابع لميليشيا كتائب جند الإمام علي المقرب من إيران ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بحسب ما ذكرته مصادر محلية وأمنية في محافظة صلاح الدين وسائل إعلام مقربة من ميليشيات الحجد نقلت عن قيادات فيه قولها إن المعلومات تشير إلى أن الانفجار ناجم عن قصف جوي وهما أكده أيضا مصدر من الفصيل المستهدف بينما وصف شهود عيان قريبون من منطقة الحدث ضخامة التفجيرات بالقول إن السكان المحليين اعتقدوا في البداية أنها هزة أرضية لكنهم ما لبثوا أن شاهدوا النيران وهي تلتهم أحد مقار ميليشيات جند الإمام والقذائف تتطاير على بعد كيلومترات الحرائق الواسعة التي اندلعت دفعت السلطات إلى إرسال عشرة من فرق الإطفاء وسط أنباء عن إجلاء خبراء عسكريين أمريكيين من القاعدة التي تضم الطائرات F-16 التي اشتراها العراق من الولايات المتحدة حكومة عادل عبد المهد التي فرضت حضرا على الطيران الأجنبي قبل أيام بدت مشلولة أمام القصف الذي طال معسكرا تابعا لميليشيات الحجد للمرة الرابعة في غضون الشهر والرابط الذي يجمع بين كل تلك المعسكرات واحتواؤها على أسلحة إيرانية الهجوم الأخير سبقت تصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني بن يامين نتنياهو ألمح خلالها عن مسؤولية الطيران الصهيوني عن القصف نتنياهو أكد أنه لا حصانة لإيران في أي مكان وأن يد إسرائيل طويلة وستتحرك ضدها أينما تستدعي الحاجة وفي أي قاعدة تبنيها في الشرق الأوسط بحسب تعبيره فتل أبيب التي نفذت غارات كثيرة على أهداف عسكرية إيرانية في سوريا يبدو أنها انتقلت إلى مرحلة متقدمة وعلى مسافة أبعد هنا في العراق الذي اختر لكي يكون ساحة حرب متقدمة بين واشنطن وطهران على حساب الشعب العراقي الذي ابتلي بهما كبلائه بالطبقة السياسية التي صنعاها على أعينهما لتجعل من العراقيين وقودا لهذا الصراع